ثانيا في حالة شراء الأصول الثابتة بالتقصيد قد تقوم المنشأة بشراء أصول ثابتة وذلك مقابل التعهد بسداد السمن في المستقبل دفعة واحدة أو على أقصى ومن ثم فإن الثمن المؤجل للأصل يتضمن فوائد يتحملها المشتري أو تتحملها المنشأة ووفقا لقاعدة القيمة السوقية العادلة فإن الأصل يجب أن يقيم وقت الشراء على أساس القيمة الحالية والتي تعتبر أساسا لعملية التبادل بين طرف العقد وذلك على اعتبار أن أعباء الدين يجب أن لا تحمل على تكلفة الأصل ثالثا في حالة شراء الأصول الثابتة في شكل مجموعات والسؤال هنا إذا قامت المنشأة أو الشركة بشراء مجموعة من الأصول معا أراضي مثلا ومباني وسيارات بسعر إجمالي للمجموعة كيف يتم تحديد تكلفة كل أصل على حدة من هذا السعر الإجمالي أو بمعنى آخر كيف يتم توزيع السعر الإجمالي أو تخصيص التكلفة الإجمالية على هذه الأصول والإجابة يتم تحديد النسبة المؤوية للقيم السوقية لكل أصل وهي نسبة التوزيع ونسبة التوزيع تساوي القيمة السوقية للأصل على إجمالي القيمة السوقية لأصول المجموعة وتكلفة الأصل إذن تساوي السعر الإجمالي للمجموعة مضروبا في نسبة التوزيع والمثال التالي يوضح كيفية توزيع السعر الإجمالي أو التكلفة الإجمالية لمجموعة الأصول على كل أصل على حدة فبافتراض أن إحدى المنشآت قد قامت بشراء مباني وآلات وسيارات كمجموعة واحدة بمبلغ إجمالي قدره 2.400.000 ريال نقدا وقد تم تقدير القيمة السوقية لكل أصل كما يلي المباني إذا تم شراءها بشكل منفرد قيمتها السوقية 1.500.000 ريال الآلات أيضا 900.000 ريال والسيارات إذا تم شراءها أيضا بشكل منفرد تبلغ قيمتها السوقية 600.000 ريال إذن إجمالي القيمة السوقية لهذه المجموعة إذا تم شراء كل أصل منها منفردا يبلغ 3.000.000 ريال والمطلوب قيد اليومي اللازم لإثبات شراء الأصول والحل ناتي بنسبة القيم أو نسبة التوزيع بالنسبة لكل أصل على حدة وذلك بقسمة القيمة السوقية لكل أصل على إجمالي القيمة السوقية لمجموعة الأصول فلما كانت القيمة السوقية للمباني 1.500.000 ومجموع القيم السوقية لمجموعة الأصول التي تم شراءها 3.000.000 إذن 1.500.000 على مقسومة على 3.000.000 إذن نسبة المباني تساوي 50% نفس الأمر بالنسبة للألات 900.000 على 3.000.000 نسبة الألات 30% نسبة السيارات 600.000 على 3.000.000 تمثل 20% نبدأ بعد ذلك في توزيع إجمالي تكلفة المجموعة عليها في ضوء نسب التوزيع التي تم حسابها إذن تكلفة المباني 2.400.000 وهي التي تمثل تكلفة الإجمالية لمجموعة الأصول التي تم شراءها معا مضروبة في نسبة توزيع المباني 50% إذن نصيب المباني من التكلفة الإجمالية 1.200.000 نصيب الآلات عبارة عن 2.400.000 في نسبة توزيعها 30% إذن تكلفة المباني 720.000 ريال وكذلك السيارات 2.400.000 في 20% إذن تكلفة السيارات 480.000 ثم يتم إثبات ذلك في ضفطر اليومية بالقيد الآتي مذكورين تجعل هذه الأصول مدينة حساب المباني مدين بمليون ومتين ألف الآلات 720.000 السيارات 480.000 وحساب النقدية دائنا 2.400.000 ريال ترجمة نانسي قنقر